أعرب العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي عضو مجلس الدفاع الأعلى عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتعينه عضوا في مجلس الدفاع الأعلى معربا سموه عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الغالية متطلعا إلى أن يكون عند حسن ظن جلالة الملك للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه وخدمة للبحرين وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريمة وقال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة الثقة الملكية السامية شرف عظيم أن نحظى بثقة سامية من قبل جلالة الملك المفدة هذا القائد الفذ الذي وهب نفسه من أجل خدمة المملكة وشعبها وبذل الغالي والنفيس من أجل رؤية البحرين تنعم بالخير والأمن والاستقرار وتكون قوة مؤثرة في العالم والإقليم وأضف سمو أن تعييني في مجلس الدفاع الأعلى مهمة كبيرة وأمانة حملني إياها جلالة الملك المفدة وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جلالته ونحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص والعمل مع أعضاء المجلس بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على قدسية أراضيه وحماية وصون منجزاته الحضارية والتصدي للشر والإرهاب مقتدين بالسيرة العطرة لجلالة الملك المفدة في الصدق والإخلاص والتطحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات بكل ثقة والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها وأشار العميد الركن اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنا جندي لهذا الوطن لخدمة المملكة والتطحية في سبيلها واجب شرعي وكل جهود ستكون منصبة في خدمته والارتقاء به والمحافظة على أمنه واستقراره وفي خدمة جلالة الملك والسير على نهجه والعمل تحت راية جلالته شرف كبير وعظيم وسنبقى رهن إشارة جلالته وستبقى راية البحرين نحملها ونرفعها عاليا بأيدينا دفاعا عن عقيدتنا وبلدنا وقيادتنا ومواطنين ونصر لأشقائنا وللسلام العالمي وبين سموه أتمنى أن نساهم مع بقية الأعضاء في تحقيق التطور والتحديث المستمر في منظومة مجلس الدفاع الأعلى ووضع السياسات العليا لدفاع عن المملكة ومقدراتها ومصالحها الإقليمية والعالمية وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد وتطبيق السياسة العليا التي وضحها جلالة الملك المفدة والتي نراها خارطة طريق لحماية الوطن